أهلاً بكم جميعاً ومرحباً بكم في جلسة المعرفة الحالية هل أنتم جاهزون لمشاركتكم مع جماهيركم بطريقة مختلفة؟ اليوم الجلسة تتحدث عن محاولة إشراك الجماهير بمختلف الطرق وشكال جديدة سنحاول أن نكتشف كيف يمكنك أن تبقي جمهورك ملتصقاً بهذه الجلسة التي أنت تتحدث فيها ومشتركاً معك وبطريقة أخلاقية ومن يمكنه أن يشاركنا هذه المعرفة أفضل من ليلة المغربي لأنها هي صحفية دولية متعددة المنصات وكاتبة ومقدمة بودكاست تعيش في لندن وأيضاً تعمل كمحامية في بعض الأحيان انتقلت إلى الشرق الأوسط لتعمل لصالح العديد من الشبكات الإذاعية العالمية مثل CNN والريوترز واستقرت في لبنان وسوريا والإمارات العلمية المتحدة من عقد من الزمان وحالياً هي تكتب كتابها الأول وهو عبارة عن مذكرات غير روائية وعن أشأتها كطفلة بريطانية عربية في الثقافة الثالثة في إنجلترا دعوني أرحب بليلة مغربي شكراً لك ستيفاني إنه من دواعي سروري أن أكون موجودة معكم في هذه الجلسة وفي هذه السلسلة إن بقيتم معي لدقيقة حتى أشارككم أشرائح التي أعددتها لهذه الجلسة نعم المايكروفون المهني يجب أن يكون هو أحد النقاط الرئيسية أعتقد أنه هو الأداة الأساسية التي نحتاجها عندما يقوم أحد الأشخاص بعمل بودكاست أو دعونا لكن بالبداية أن نبتدأ بالموضوع سأترك لك المساحة وسأعود بعد انتهاء عشر دقائق أو بعد انتهاء العرض التقديمي نعم كمختصر بسيط لهيكلية هذه الجلسة سنتحدث عن منصات الرقمية المتعددة التي يمكننا أن نختبرها للمشاركة الجمهور أيضا كما ذكرت ستيفني عن البودكاست ولماذا من الجميل أن نقوم بصناعة المحتوى بهذه الطريقة أيضا سننتقل إلى المشاركة وكيف تكون المشاركة ناجحة والمحتويات المختلفة التي يمكن أن نصنعها والاعتبارات الأخلاقية لنبتدأ بالمنصات الرقمية الموجودة كلكم تعلمون هناك الكثير من المنصات الرقمية التي يمكن لصناع المحتوى والناشرين أن يشتركوا فيها مع جمهورهم مثل استخدام ورش العمل على الإنترنت والجلسات مثل هذه التي نقوم بها أي جلسات أيضا النشرات الأسبوعية الأخبارية المنشورات الشخصية والمنصات أيضا المتعددة التي نستخدمها التي تحتوي مثلا فيسبوك تويتر وتيك توك ويوتيوب وغيرها من المنصات ولكن هناك أحد المنصات التي أنا عملت بها مؤخرا وأفضلها على غيرها وهي التدوين الصوتي وهو البودكاست البودكاست الخاص بي اسمه العلاج من الثقافة الثالثة وهو عبارة عن سلسلة من التي تنظر إلى الاختلافات والهويات المختلفة والتراث والنواتج السياسية والاقتصادية التي تؤثر على حياتنا كانت تجربة جميلة واستغرقت مني وقتا لإعدادها ولكن منذ بدايتها وأطلاقها في الأمس كانت الجلسة الرابعة تواصل معي الكثير من الناس لدعمي وليشكروني على صناعة هذا المحتوى الصوتي وهذا أعطاني الإحساس بقيمة هذا البودكاست وهذا التدوين وكما تعلمون التدوين الصوتي على الرغم من أن يحبه لا يستغرق الكثير من الوقت وكصناعة للبودكاست وكما يساويه بنفس الوقت أنا أقوم بتسويق وأنشر لهذا البودكاست هذا يحتاج إلى تواصل مستمر مع الجمهور لأنه من دون جمهورك ألا وهم المستمعون أو المشاهدون من سيستمع لك وسيشاهدك بنفس القدر الذي أستمتع به بإعداد المواضيع التي أتحدث عنها أريد أن أقوم بتسويق لهذا المحتوى لأنني أحب الناس أن يشتركوا به كيف أقوم بهذا؟ أولا دعوني أخذكم لتاريخ بسيط عن التدوين الصوتي أو البودكاست وابتدأ في 2004 وتم ابتكاره من قبل شخصين آدم وآدم كاري كان صحفيا في MTV وديف واينار كان مبرمجا وأرادوا أن يبتكروا شيئا كطريقة للأشخاص لتحميل نشرات الإخبارية على الراديو على أجهزة الآيبود التي كانوا يستخدمون في ذلك الوقت للاستماع لنوسيقى وبودكاست كان أتى من كلمة الآيبود والبرودكاست فبالتالي الفكرة كانت عبارة عن خدمة الراديو بحسب الطلب يمكنك أن تختار الراديو وبرنامج الراديو الذي تريده وتحمله استغرق هذا عدة سنوات التي تتقبله الجماهير وفي 2014 كان هناك أحد البرامج الناجحة جدا اسمه سيريال يتحدث عن الحياة الأمريكية كان يتحدث عن الجرائم الواقع وهو الذي دفع بالسياق في فتح مواضيع البودكاست وبالأخص بنوعية برامج الجرائم والواقع والاستثمار الأكبر والأموال التي بدأت كانت في 2019 وسبوتيفاي كان هو أحد أكبر اللاعبين في تلك اللعبة وفي ذلك العام سبوتيكاي استثمر 340 مليون دولار لشراء برامج ومنصات بودكاست عالمية أيضا استثمروا 200 مليون دولار أيضا بعروض حصرية على بعض البرامج التدوين الصوتي مثل بعض المشاهير مثلا جو روغن شو وهو أحد برامج البودكاست التي كانت حصرية على سبوتيفاي إذن كان هذا نوع من الربح لسبوتيفاي وهذا الذي دفع بهم ليكونوا في مقدمة هذا المجال وبعد فترة تحصلوا على أبل بودكاست أيضا كمشارك كبير في هذا في 2022 العام الماضي تويتر ويوتيوب أيضا أعلنوا على أنهم سيضيفون ميزة البودكاست لمنصاتهم لماذا التدوين الصوتي أو البودكاست؟ لأن هناك كثير من الاستثمار به وهي عبارة عن سوق يتفجر في الفرص هناك أربعة ملايين بودكاست اليوم وهناك الكثير من المال الذي يمكن أن يتم ربحه في الولايات المتحدة الأمريكية الإعلانات من البودكاست أكثر من 2 مليون دولار وستتضاعف إلى أربعة مليارات دولار في العام القادم كيف يمكن أن نربط هذا بالعالم العربي؟ العالم العربي لا يزال سوقا صغيرة في هذا المجال لكن هناك برصة كبيرة لأن تكون أكبر هناك أكثر من 440 مليون شخص يسكنون في الدول العربية وأيضا لدينا الثقافات تتعلق بالروايات المسموعة وهي جزء من الثقافة الشرق الأوسط فبالتالي أعتقد أن البودكاست سيكون مناسبا من خلال استثمار من خلال صانعي محتوى مناسبين لتكيفه مع الثقافة العربية أعتقد أنها ستكون صفقة ناجحة هناك أكثر من 13 مليون شخص في الشرق الأوسط يستمعون البودكاست لمدة 7 ساعات في الأسبوع السعودية العربية تعتبر المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الدول التي تحتوي على المستمعين للبودكاست وبعدها الإمارة العالمي المتحدة بما يقارب 5 أو 6 مليون مستمع أيضا أنا أشجع الأشخاص لصناعة المفتوى الصوتي البودكاست لأنه ليس من الصعب صناعته نحتاج إلى بعض المعدات البسيطة مثل المايك واللابتوب فبالتالي هناك محددات صغيرة وقليلة لتمنعك من أن تتواصل مع الناس وأن تصنع مفتوى مثل هذا المحتوى وأيضا ما يجذب الانتباه لهذه المحتويات بطريقة معينة هي من خلال الطريقة التي يمكن أن يخلق فيها صانعو المحتوى الصوتي العلاقة مع الجمهور لأنك عندما تستمع إلى شخص بشكل مستمر سواء كان يوميا أو أسبوعيا يمكنك أن تبني نوعا من التعارف بينك وبين هذا الصوت لهذا الشخص أيضا تكون العلاقة نوعا ما شخصيا وتحس بها وكأنك تستمع لصديقين يتحدث معك وهذا هو الجاذب الأساسي للمحتوى الصوتي والتدوين الصوتي ومن خلال هذه العلاقة يمكنك أن تخلق الأولوية الولاء مع جمهورك هناك الكثير من التطورات التي تحدث في هذا المجال في منصات معينة مثل سبوتفاي هناك مجموعة من الخيارات والمميزات مثل طرح الأسئلة التي تكون تفاعلية مع الجمهور مثل استطلاعات الرأي هذه تحفز أيضا الجمهور على أن يكون جزءا من هذا الحديث الذي تقوم به في التدوين الصوتي فبالتالي لدينا بودكاست هذا أمر جميل لكن الواقع صناعة البودكاست والتدوين ليست هي المشكلة الأساسية أنا كناشر أعلم أن مهنتي تتعدى فقط مجرد صناعة المحتوى والتدوين الصوتي تحتاج إلى أن يكون هناك تسويق فبالتالي يجب أن يكون هناك محتوى آخر وأن يكون هناك مشاركة أخرى لنتحدث عن هذا لنفترض أن لديك البودكاست والتدوين الصوتي جاهز لنبتعد عن أمور تقنية كيف تقوم بإعداد هذا المحتوى الصوتي لديك المايك لديك المنصة التي تعمل عليها ولكن الآن تريد أن تعمل على إشراك جماهيرك وتواصل معهم تريد أن يعلم الناس بهذا الأمر طبعا المنصات التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا هي أول أداة تستخدمها ويمكنك أن تستخدم عدد من المنصات لعملي هذا لكن النصيحة هو أن تجد منصة أو اثنتين فقط وحاول أن تركز عليهما في الإعلان أيضا حاول أن تصنع المحتوى الذي يمكن استخدامه بأكثر من منصة لكن لأسباب كل منصة وخصوصيات كل منصة قد يتوجب عليك أن تعدل على المحتوى مثلا تويتر بشكل رئيسي للقطع الصغيرة من المحتوى يمكنك أن تصنع محتوى طويلا كنص كبير لكن قد تستخدم فقط التويتر لكتابة الأعناوين الرئيسية للنقاط الرئيسية يمكنك أن تصنع محتوى أكبر أو أطول يمكنك أن تقوم بنصيحة الناس أن يتابعوا الفودكاست أو أن يقرأوا كتابا لأن تويتر هي فقط للمقتطفات الصغيرة فقط أما إنستغرام ضاخم ومشهور لكن الهدف من العمل على إنستغرام هو الصور على الرغم من أن الريلز وهي مقاطع الفيديو الصغيرة بعد نجاح تيك توك في إضاحة أن الأشخاص يحبون أصور المتحركة أكثر من أصور الثابتة فبالتالي الفيديو هو المحتوى الثاني لصنع المحتوى لأنه أمر غريب أن تفكروا بالفيديو لتسويق الصوت لأن البودكاست هو صوت لكن الواقع يوضح لنا بأن الأشخاص يحبون أن يروا الأشخاص لأننا نريد أن نرى من يتحدث معنا وكيف يبدو شكله إذن أسهل طريقة هي بصناعة هذا المحتوى الفيديو هو من خلال تسجيل البودكاست بالفيديو يمكن أن تقوم بها مثلا على زوم أو مباشرة في ستوديو ويمكنك أن تستخدم مقططفات من هذا الفيديو من البودكاست وتعيد استخدامها على سوشيال ميديا تيك توك طبعا وأريد أن أذكر لكم أنا لست أفضل هذه المساهة على الرغم من أن تيك توك هو الأكثر شهرة الآن لكن يمكنك أن تستخدم المحتوى الذي تستخدمه على تيك توك على إنستجرام بسهولة وأعتقد أنهم يمكنك أن تقرر هل تريد أن تركز على الريلز أو على تيك توك هذا يعود إليك نعود الآن إلى نقطة الجمهور الذي تبحث لتحدث معهم وتركيز عليهم الآن أريد باختصار أن نتحدث عن أنواع المحتوى مبدئيا بأي شكل من أشكال ما أردت أن تقرر أن تقوم بصناعته يجب أن يكون مستمرا تواقع كان بالفيديو مثلا يجب أن يكون هناك الكثير من الأمور التي يتوجب عليك أن تكون قد عددتها مسبقا بالإضافة إلى أنه سيكون عليك التصوير بشكل دائم أو التسجيل بشكل دائم أسباب مثلا التدوين الصوتي وصناعة هذه التدوين الصوتي بعض الأمور التي يمكنك أن تتحدث فيها عن حياتك اليومية مثلا الطعام أو الرحلات أو غيره بعض الأشخاص قالوا لي أو أحد الأشخاص قالوا لي أن كل ما يمر معك في حياتك هو محتوى يمكنك أن تستغل له أيضا الهاتف لديك يمكن أن تستغمي له ككاميرا أيضا الكتابة يمكننا أن نستخدمها أيضا لأنه ليس هناك ليس كل الأشخاص يفضلون مشاهدة الفيديوهات بعض الأشخاص يفضلون القراءة مثل المقتطفات الملهمة النصائح الدعم التقييمات لأن الأشخاص أو الجماهير يحبون أن يروا مشاركاتهم تقيم أيضا استطلاعات الرأي مثل سبوتيفاي كما ذكرنا وأيضا على بعض منصات التواصل الاجتماعي القاعدة الأساسية هي أن تقوم بالنشر بشكل متنوع وأن تقوم بالنشر بشكل دائم يمكنك استخدام أدوات لجدولة هذه التدوينات والمدونات الآن نحاول التركيز على الجمهور لأن كل هذا المحتوى الذي ستعده هو للجمهور لماذا يجب علينا لماذا نحن نقوم بهذا العمل بالنسبة لي هو أن يكون هناك فرصة للتنوع والمشاركة وتقبل الآخر وأنا من خلال حياتي في لندن وفي الشرق الأوسط استمعت إلى القصص الكثير من الناس التي واجهوا فيها تحديات لكنني لم أرى الكثير من من يتحدثوا عن هذه التحديات التحديات سواء كانت العاطفية والعقلية سواء كانت التحديات السياسية التحديات العاطفية الكثير من القضايا التي تواجه بعض الناس في عدة أماكن في الحياة فبالتالي قمت بإعداد هذا البودكاست التدوين الصوتي وليس الجميع لا تعتقد بأن الجمهور هو من جميع الناس في العالم هناك من تريد أن تستهدفهم ويمكنك بناء هذه المجتمعات من الجماهير يمكنك أن تجرب من الواضح أحيانا في بعض الأحيان سيكون هناك بعض الأشخاص صديقين يمكنك أن تأكد أو تعرف سواء مثلاً بالنسبة لأشخاص يأتون من الشرق الأوسط أو مثلاً من دول أخرى لا تعذر ترجمة لتقطع الصوت من المصدر لا تعذر ترجمة لتقطع الصوت من المصدر إذن بشكل نهائي ما أريد أن أقول لكم الليلة تقطع الصوت من قبلك لعدة ثواني فبتالي كنت أتحدث عن الجمهور الذي تريد أن تركز عليه وهذا يكون بالتجربة والنجاح والفشل بعض الأشخاص سيكون من السهل علينا معرفة إن كانوا هم من جمهورنا أو لا لكن في بعض الأحيان يحتاج أن نتفحص ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام تعطينا هذه التحليلات التي تساعدنا على تحديد جمهورنا بشكل أساسي النجاح في المشاركة يجب أن نكون حقيقيين ووقعين أن نكون فاعليين سواء على حساباتنا أو على حسابات الأشخاص الآخرين الذين يقومون بنفس المحتوى أو يصعون نفس المحتوى الذي نحن نقوم به لأنه يجب علينا أن يكون هناك صناعة لهذا المجتمع ويجتمع الأشخاص الذين يقومون بنفس المحتوى ويشارك محتواهم ويشاركوا محتوى أن نكونوا دائماً موجودين أن نكون أيضاً مهتمين بجمهورنا بغض النظر عن عدد هذا الجمهور إن اهتممت بجمهورك سيهتمون بك وهذا سيحسن من المحتوى وسيرفع من المستوى فبالتالي بخطوات ثابتة هو ماراثون وليس سباق جري سريع لأن كل ما ستقوم به يحتاج إلى وقت ومع الوقت ستصل النقطة الأخيرة تعلق بالأخلاقيات من الأساسي وهام جداً السوشال ميديا والمتواصل الاجتماعي بطبيعتها تسمح للجميع ليكونوا متواجدين خلف المايك ويتحدثون بما يريدونه مع أي شخص يريدونه الكثير من هذا المحتوى جيد ممتاز ولكن في بعضه ليس جيداً لكن الخطير هو المحتوى الممتاز ولكنه المخادع غير الصادق والذي يكون من ورائه مخططات غير صحيحة هذا الذي يجب أن نتوخه فبالتالي هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون أو يحبون بنشر بعض النصائح وبعض الأشخاص أصبحوا يضعون أسماءهم في هذه المختطفات خوفاً من سريقتها لكن هذا لا يؤكد على أن هذا المحتوى قد لا يسرق ولا يحمي ولكن هي تعطي تعطي مستوى آخر من التفكير قبل أن تشارك شيئاً من دون أن تفاكره لأن هناك سريقات علمية كثيرة تحصل الأدعاية أيضاً المشاهير والمؤثرين يقومون بنشر بعض المحتويات التي يمتلكها بعض أشخاص غير المشهورين ودون الإشارة إليهم الآن في لندن هناك شركات تقوم أيضاً بصناعة المحتويات وتتؤكد على أن تكون دعاية وإعادة الحقوق والملكيات أيضاً المواضيع الأطفال نحاول أن نبتعد عنها لأن المحتويات التي ينظر إليها ويشاهدوا الأطفال هي محتويات هامة جداً يجب أن يكون هناك تركيز فيها فبالتالي بشكل عام يجب أن نفكر بالمحتوى الذي نقدمه للأطفال لأنه يمكن أن تغير رأيهم بسهولة ويمكن أن يؤثر عليهم بسهولة فبالتالي يجب أن نكون دقيقين في هذه النقطة أخيراً أيضاً المصداقية والحقيقة كلنا نعتقد بأنه من السهل أن تكون صادقاً لكننا نعيش في عالم المعلومات المغلوطة وهناك الكثير من المعلومات التي يجب أن نتوخل حذر منها بشكل أساسي ومنطقي أن يكون هناك بحث مخصص وموسع لصناعة المحتوى لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يأخذون مختصرات ورأيتم هذه الأمثلة أثناء الجائحة وأثناء اللقاحات في روسيا مع أمريكا في الصراع الفلسطيني مع الاحتلال هناك الكثير من المعلومات المغلوطة فبالتالي يجب أن يكون هناك أبحاث عن هذه المحتويات ومع النقاشات ومع الأبحاث هذه يمكننا أن نصل إلى الحقيقة أيضاً بالملخص يمكنكم وفي النتيجة يجب أن تكون أنت مركزاً على المحتوى الذي تقوم به لك تكون قادراً على مشاركة محتوىك مع الأشخاص وأيضاً أن تتواصل مع صانعي المحتوى المماثل لمحتوىك فبالتالي يجب أن نسئل أنفسنا من أن أريد أن أكون ومع من أريد أن أتواصل وماذا أريد أن أكون مستقبلاً أشكركم على استضافتي وأنا جاهزاً لاستقبال الأسئلة شكراً لك ليلى كانت معلومات مفيدة والجلسة وقمت بتغطية العديد من الزوايا التي نحتاجها في هذا الموضوع هناك الكثير من المواضيع وبالأخص تتعلق بالسوشال ميديا والتواصل الاجتماعي وأريد أيضاً أن أدعو الجميع إلى طرح الأسئلة في صندوق الأسئلة إن كنتم تريدون أن تشاركونا في زوم أو أيضاً في التعليقات إن كنتم تشاهدون على منصات التواصل الاجتماعي بعض الأسئلة تركز على البودكاست وتدوين الصوتي وأريد أن أطرح هذه الأسئلة أولاً هناك الكثير من الأسئلة التي تتحدث عن خطوات الأولى لإعداد البودكاست وما هي الاعتبارات الأساسية التي يجب أن نراعيها مثلاً مدة البودكاست والفترات التي مثلاً هل هي الساعة نفسها كل يوم أو كيف سؤال جيد توقعت أن يطرح هذا السؤال هناك العديد من الأجابات لهذه الأسئلة مثلاً بما يتعلق بالأشياء الأساسية التي تحتاجها لإعداد البودكاست المايكروفون السماعات واللابتوب لا تحتاج إلى أكثر من ذلك هناك كلما أصبحت محترفاً ومهنياً قد ترفع من جودة المايكروفون والسماعات واللابتوب والستوديو الذي ستجلس به لكن يمكنك أن تبدأ بهذه الأدوات الثلاثة الأساسية تحتاج إلى برنامج أو سوفتوير برمجيات لتعديل على البودكاست يمكنك أن تبدأ أيضاً ببرمجيات مجانية النقطة الثانية بالنسبة للإستمرارية والمدة هنا ستحصل على الكثير من الأجمال المختلفة لأن السؤال جوابه يعتمد على المحتوى الذي تريد أن تتحدث عنه التحدث عن موضوع يستغرق عشر دقائق وأسهل للأشخاص أن ينضموا إليه البودكاست التي أقوم بها تقريباً بين الأربعين والخمسين دقيقة تستغرق لأنني أتحدث عن مواضيع تحتاج إلى وقت أطول وأيضاً الطريقة التي أقوم فيها بصناعة المحتوى هي من خلال المقابلات أعطي الجمهور الجين يجلسون معي في البودكاست وقتاً ليتحدثوا أن يكون هناك نقاشات وجدلاً بينهم أيضاً أصنعهم أيضاً هناك بعض المحتويات التي تكون سريعة هذا جيد إذن المحتوى نوعية هذا المحتوى أيضاً يمكنك أن تبحث وتقوم ببحث بسيط من هم الأشخاص الذين تريدون أو تحب أن تستمع إليهم إذا كنت أنت من الأشخاص الذين يحبون المحتوى طويل المدة فبالتالي أعتقد أنها هي الطريقة التي تقوم بها أو إن كنت تريد أو تحب تفضل الاستماع إلى مقاطع صغيرة فبالتالي يمكنك استغلام هذه الطريقة وهناك الكثير من الفيديوهات التعليمية عن إعداد البودكاست لأنني منذ ستة أشهر لم أكن أقوم بأي بودكاست فبالتالي إن استطعت أن أقوم بها يمكنك أن تقوم بها الفترات هل هي أسبوعية هل هي شهرية هل هي أعتقد بأن شهريا ستكون فترات طويلة جدا أسبوعيا جيدة جدا لكن يجب أن تكون واقعيا مع نفسك بالنسبة للمتابعة هل يمكنك أن تقوم بهذه الجلسات البودكاست أسبوعيا أعتقد بعض الأحيان الأشخاص يقومون مرتين أسبوعيا مثلا جلسات صغيرة أو جلسة رئيسية وجلسة متابعة بسيطة معها يمكنك أن تختار أسلوبا للاستمرارية والفترات وتلتصق بها لأنك عندما تبدأ بصناعة محتوىك يمكنك أن تبدأ بمشاركة الأشخاص والطلب منهم الاشتراك معك فبالتالي يجب أن يكون لك جدول واضح المورد التي كيف يمكن لصناعات صانعية المحتوى أن يكونوا على نفس على قدر التحديثات التي تحصل لأي معلومات معينة تعلق بالموضوع معين كيف يمكننا أن نبقى التدوين الصوتي أو أي منصة اجتماعية مثلا منصة أبل أو سبوتيفاي أولا هم يظهرون ما هي البودكاست الأكثر شهرا حالية والأنماط التي تتجه إليها الأشخاص والمواضيع الحارة أيضا بوديو هي أكبر منصة بودكاست عربية أيضا إن ذهبتم إليها يمكنكم أن تروا أنواع البودكاست التي موجودة على هذه المنصات وما هو المشبور منها وما يتم أخذه واستثماره من قبل الشبكات لأن الشبكات لا تستثمر إلا في المواضيع الناجحة وفي البودكاست الناجحة أيضا البحث في الهاشتاغات ونرى ما يقوم به الآخرون أيضا لأنك تتعلم من الآخرين تتعلم مما يقومون به ويمكنك من خلال ذلك العمل على التعاون معهم أو أن تكون ملهمة من قبلهم أيضا هذه طريقة أخرى يمكنك استخدامها أيضا بعض الموارد الأخرى هناك الكثير من الموارد على الإنترنت أنا أستخدم بودكاست أكاديمي موقع بودكاست أكاديمي لأنهم يعطوني توجيهات رائعة خطوة بخطوة عن البودكاست وأفكار أخرى نعم هي أحد المنصات المجانية كيف يمكننا قياس النجاح على البودكاست؟ ما هي المؤشرات التي تقيسينا بها النجاح وتأثيرها على الجمهور على الصناعة وغيرها؟ بالبداية أنا أستخدم البودكاست يتم نشرها على أماكن مثل سبوتيفاي وأبل لكن الموقع المستضيف هو أنكر أف أم الذي يوفر لي تقرير التحليل مثلا مرات الاستماع لكل جلسة وأيضا يعطوني أيضا التقسيمات من أي دولة يستمعون من أي مكان وأنا فريحة بأنني أعلن بأنني منذ أربعة أسابيع أنه كان لدي ألف وخمسمائة مستمع لهذا البودكاست ابتدأت الآن أن أتابع بشكل إدماني هذه التحليلات وهذه التقارير لأنه أمر جميل جدا عندما تقوم بصناعة مثل هذا المحتوى وتريد أن ينجح أنا لا أريد أن أعطي أرقام كثيرة لأن هذه الأرقام تحتاج إلى وقت إذا لم لا تستصعب الموضوع تحصل على استماع عدد كبير من الجمهور مثلا إذا حصلت على 100 إلى 200 مستمع للجلسة فأنت تقوم بأسرع على الطريق الصحيح نعم نحن لا نتحدث عن جو روغن الذي يحصل على 11 إلى 12 مليون استماع لكل جلسة لكن البداية إن استمعت إلى 100 إلى 200 شخص عندما تتخطى 300 شخص يستمع إليك في البودكاست قد تبدأ بالحصول على دعوات أو طلبات الإعلان من الشركات فبالتالي يمكنك أن تصل إلى هذه النقطة التي يمكنك من خلالها تقبل أدعايات وصناعة المال والكسب أيضا يصلني الكثير من الرسائل من الأشخاص الذين يقولون لليلة أنا أحب هذه الجلسة أو هذه النقطة جعلتني أفكر بشكل مختلف أو غيرها هناك الكثير من الرسائل التي تصلني من الجمهور هذا أمر جميل جدا لأنه يحسسني بأنني أقوم بالتغيير وأنني أتواصل بطريقة صحيحة مع الجمهوري هل تعتقدين بأن البودكاست والتدوين الصوتي له تأثير كبير على المجتمع؟ نعم بالتأكيد أي محتوى إن استخدمناه بطريقة حكيمة يمكنه أن يؤثر على الأراء والفائدة من البودكاست أنه يعتمد على الصوت فبالتالي يمكننا أن نستمع إلى البودكاست أثناء الطبخ أثناء المشي أثناء التنقل أو أثناء قيادة السيارة أو أثناء استخدام المترو أو الباس فبالتالي لدينا وقت للاستماع البودكاست أكثر من المحتوى الفيديو يعني المحتوى الفيديو يجب علينا أن يكون مركزين مع هذا الفيديو وأيضاً بشكل ماضح مع السوشال ميديا والمحتوى القصير لكن أعتقد بأنه إن أردت أن تؤكد على نقطة معينة أن تناقش نقطة معينة أيضاً أن تكون هذه النقطة أوضح ويفهمها جمهورك هذا يحتاج إلى 10-15 أو 20 دقيقة فبالتالي الصوت والبودكاست هو تأثير هام جداً السؤال متعلق بالموازنة بين المحتوى الذي يكون جميلاً وجذاباً للجمهور أو بين المحتوى الذي يوجه الجمهور أيهما تفضلين؟ ما هو الفارق بينهما؟ ما هي التحديات؟ وما هي الأفكار الجديدة؟ هل من المهم أن نعطي الجمهور ما يحتاجونه؟ أو نعطيهم محتوى أو قد لا يتوقعونه؟ أعتقد أنه في هذا يعود إلى المصداقية وطرح السؤال عن هدف البودكاست الذي تقوم به يجب أن يكون لديك شغف وإيمان بما تقوم بصناعتها أي أن كان المحتوى هذا البودكاست؟ لأنك ستقوم بهذا العمل بشكل مطول وليفترات فبالتالي يجب أن تكون مستثمراً لطاقتك ولوقتك فيه هذا السؤال الأول لأنه بالنسبة لي أنا أردت أن أوسع وأونوع النقاش حول الصحة العقلية والعاطفية فبالتالي أنا أؤمن بهذا الموضوع أنا أضع أفكار تتعلق بهذه الفكرة ليس بالضرورة هذه الأفكار تم مناقشتها سابقاً أنا ابتدأت بما آمنت به كبداية هل الأشخاص هم مجهزون للإستماع لهذه الأفكار أو لا؟ أعتقد هذا السؤال آخر أعتقد بحسب ما رأيته من ردة فعل الناس نعم هم سعيدون بهذه المعلومات وهذه الطريقة في المناقشة بالمحتوى الذي أقدمه التوازن الذي يجب أن نقوم بتحقيقه هو عما تريد أن تقوم به موازنته مع اجتذاب انتباه الأشخاص لأن على السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي أيضاً أصبحت اعتبت الانتباه قصيرة جداً لكن هذا أيضاً في بعض الأحيان يضعنا في مواقف نكون فيها مثيرين للجدل فبالتالي الموازنة ستكون قد تكون خلال السوشال ميديا لجذبهم إلى البودكاست هذا يأخذني لسؤال كيف يمكننا أن نوازن بمحاولة استقطاب الجماهير ونحاول أن نبتعد عن أيضاً الروابط التصييدية وغيرها أعتقد أنني أستخدم بوصلة الأخلاق الخاصة به لأنني إن أردت أن أردت نعم يجب أن نفكر بجمهورنا لأننا لا نريد أن نتصيد وأن نضع معلومات مغلوطة حتى نزيد من المشاهدات أو المستماعات أو نزيد من المتابعات أيضاً بالنسبة لبوصلة الأخلاقية هي تمنعني من أن أعطي معلومات لا أؤمن بها فبالتالي يجب أن أكون دقيقة في المعلومات التي أقدمها قد إن استخدمت هذه الأساليب المتعلقة بالعناوين التصييد قد يزيد من عدد الاستماعات وعدد المتابعين لغاية العشرة آلاف شخص في ليلة واحدة ولكنني أعتقد أنني لن أسير في هذا المجال أنا أفضل أن أحس براحة الضمير بدلاً عن المتابعات الضخمة التي قد تأتي دون أخلاقيات وأعتقد أن هذه المتابعات ستأتي مع الوقت إن كانت لدينا المكونات مع المصداقية وغيرها كل شيء والأخلاقيات كل شيء سيأتي هناك سؤال عملي شخص يسأل عن أسماء بعض البرمجيات التي تستخدمينها لصناعة البودكاست ونشرها وتعديلها أسهل واحد منها مجاني هو لتسجيل هو Audacity البرنامج المشهور هو برنامج مجاني يسهل العمل عليه أيضاً بنفس الوقت يمكنكم أن تستخدمه يمكنكم أيضاً استخدام زوم لكن جودة الصوت في هذا البرنامج ليست بنفس الجودة أنا أستخدم التسجيل على زوم وأدعمه بتسجيل على Audacity لأن التسجيل على Audacity أفضل أيضاً يجب أن نفكر بالمنصات التي نريد أن ننشر عليها لأن الكثير من المنصات حالياً ابتدأوا بإدماج التسجيل والنشر خاصية التسجيل والنشر مثل Anchor التي أقوم باستخدامها أستخدم ميزة التسجيل الخاصة في موقعهم بنفس المكان يمكنني أن أضع المايك أسجل وأقوم بما أقوم به وأقوم بالرفع بكل بساطة حتى أيضاً يسمحون لك بالتعديلات البسيطة فوراً مباشرة على المنصة فبالتالي هذا يعتمد على جودة الصوت الذي تريده يمكنك استخدام برنامجيات لتحسين الصوت أيضاً أماكن أخرى ZincCoster هو أحد الموافع المناسبة للصوت والصورة لكن يجب علينا أن ننتبه إلى سرعة الإنترنت لأنه يستغرق حزمة البيانات بشكل كبير Captivate أيضاً هي أحد المنصات نظرت إليها وأعتبر أنني قد أستخدمها إذن هذه هي المنصات الواضحة والسهلة ونريد أن أبتدي بها لا نريد أن أعطيكم أسماء كثيرة هذه بعض المنصات التي استخدمتها وجربتها أيضاً السؤال يتحدث عن مصداقية البودكاست هل يمكن استخدام البودكاست في الأبحاث كمرجعيات؟ هذا سؤال جميل وجيد جداً أعتقد أن هذا يعتمد على البودكاست لأنه بشكل نهائي الميزات والفوائد والأضرار بأن الجميع يستطيعون صناع البودكاست فبالتالي إن أردنا أن نستخدم البودكاست كمرجعية وأردنا أن نأتي بشخص لتحدث عن موضوع معين يجب أن نعرف خبراته ومستواه العلمي وتدريباته وغيره حتى يكون هذا البودكاست له مرجعية مثلاً من الشركات أو المنصات أو المؤسسات الضخمة مثل بودكاست البي بي سي أو غيرها مثلاً إن كنت تريد أن تعيد قراءة مقالة رأيتها في مكان ما لكن إن أردت أن أستخدم بودكاست لشخص مجهول كمرجعية سيكون من الصعب أن أقنع الناس بها وسيكون من الصعب أن يكون هناك منطقية في هذا نعم بالتأكيد إذن في الأبحاث وخصوصاً الأبحاث الأكاديمية إن لم يكن المصدر ذو مصداقية لن نعتمد به ولن نعتمد عليه ونستخدمه وحتى في بعض المجالات مثل ما ذكرت جو روغن مشهور جداً لكنه أثار الجدل في كثير من الأمور خصوصاً في فترة الجائحة وكان لديه الكثير من الضيوف الذين يتحدثون عن أمان وقابلية ومصداقية اللقاحات وكيفية التعامل مع الجائحة وغيرها كان هناك الكثير من الجدل الذي وضعه في مشكلة ولكنه لا يزال موجوداً هناك ولا يزال يعمل في البودكاست فبالتالي يجب علينا أن نحاول البحث والتأكيد على المعلومات من خلال أيضاً البحث عن الأشخاص الذين نعطيهم الفرصة ليتحدثوا على البودكاست الخاص بنا لا أريد أن كيف يمكنك أن تقوم بتعامل مع الردود الأفعال السلبية للجمهور أو المتابعين لا إلى الآن إلى الآن لم أتلقى أي رد فعل سلبي وأقول إلى الآن لأنه بالتأكيد ستلقى في يما هناك وكما يقولون في مقولة مشهورة إن لم يغضب منك أحد فأنت تقوم بشيء خاطئ فبالتالي أعتقد أنه يعتمد إن كان هذا النقد وتقدير راجع بناء أنا مثلاً شخص قال بأن هذه الحلقة كانت مملة قد تكون الموضوع لم يستغرق هذا الوقت كله نعم هذا الموضوع أنا أتقبل هذا التقريب أو مثلاً إن شخص قال لي لماذا تركزين على هذه المواضيع وإذا ممكن توكيز عن مواضيع أخرى نعم أنا أتعلم في هذا الحال ألا أعتقد أن هذا سيكون سلبياً لأن هناك الكثير من المواضيع التي يجب أن يتحدث عنها لا أزال في بداياتي فأنا انطلقت منذ الشهر الماضي فقط لكن إن كان هناك شخص فقط يتواصل معي بطريقة وقحة ودون هدف أعتقد أنني سأهتم لن أقول لك بأنني لن أهتم لكنني سأحاول أن أجدد تبريراً لها لأنه لا يوجد سبب يجعلك وقحاً وسيئة التعامل وفضل التعامل مع الأشخاص دون سبب ومن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يحبوا المعلومات التي أقدمها أو النقاش الذي أقدمه إن كانت هناك معلومة غير صحيحة قدمتها في أحد المنصات في أحد الحلقات وأحد الأشخاص أراد أن يصححني فأنا أتقبل هذا لأننا نقوم بالأخطاء ولكن يمكننا أن نقوم بتصحيح الآخرين بطريقة مؤدبة وبطريقة جيدة لدي هناك بعض الأسئلة هذا أو ذاك قبل أن نختم نجيب عليها بسرعة هذه الأسئلة العاطفة أم الفكاهة 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 العاطفة الفكاهية الرد على الجميع أو على البعض كجمهور إن كان هناك مجال سأرد على جميع التعليقات استخدام الميم أو المختفات الملهمة الميمز السوشال ميديا الأسئلة الاستطلاعية أو السؤال والجواب كأداة للتواصل أعتقد أن الأداة الأكثر سهولة لسألة استطلاعية لأننا نستخدمها هل الفيديو أم الأوديو؟ الصوت أم الصورة؟ ما تنصحين به نعم الفيديو ذكرتي خلف الكواليس المشاركة من خلال خلف الكواليس أو من خلال الأخطاء والعثرات أعتقد الأثنين لكنني يحب الأخطاء والعثرات الأخير سؤال المحتوى الممول أو المحتوى الطبيعي كيف تريدين أن تشاركي الجمهور؟ أعتقد الطبيعي العضوي ما هو الهدف من هذا السؤال؟ نعم بشكل مثالي نقول العضوي لكننا نحتاج إلى الدعاية نحتاج إلى الدفع لأن الخوارزميات هي التي تفرض علينا لأن الخوارزميات تفرض علينا في منصات التواصل الاجتماعي إياها الجميع الذين جلسوا معنا كانوا يمكنهم أن يبدأوا بالبودكاست وصناعة المحتوى الخوطي والتدوين الصوتية وإن أراد أي منكم أن يتواصلوا معي أيضا أنا سعيدة بالرد ويمكنكم أن تروني وتتواصلوا معي على منصات التواصل الاجتماعي ولديك موقع الإلكتروني نعم ولدي موقع الإلكتروني ليلامغربي.com وهي أيضا الأدواء المنصات ليلا أندرسكور مغربي على تويتر وأيضا على الإنستجرام المغربي مع الجي أتش أيضا نتطلع إلى النشر وإطلاق كتابك إذن هناك أن يكون هناك ارتباطات أخلاقية عندما نقوم بنشر محتوانا مع العالم شكرا لكم لم يكن بالإمكان أن يتم إنجاح هذه الجلسة من دون أيضا متحدثة ليلة مغربة ونتمنى لكم عيدا سعيدا وشكرا لكم أشكركم على استضافتي واستمتعت بجلستي معكم شكرا لكم وإلى اللقاء